نظمت مدرية الصحة وسكان بمحافظة قنى قافلة طبية مجانية بقرية نجع السويس التابعة لمركز قفط يأتي ذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة وسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمة الطبية وقال مدير عام إدارة قفط الصحية دكتور أحمد عود في تصريح خاص لتلفزيون مصري أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 800 مواطن في 6 تخصصات طبية مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحداث الإمكانيات والكوادر الطبية عندنا النهاردة قفلة في قرية ناجع سويس هي واحدة من القرى المحتاجة للقوافل الطبية دي والخدمات الطبية دي النهاردة عندنا القفلة الطبية موجودة في قرية ناجع سويس وبتقدم عدد من التخصصات الطبية زي تخصصات الأطفال والبطنة والجراحة وتنظيم الأسرة والنسا طبعا القوافل الطبية دي بتتميز أن احنا بنقدم الخدمة للمواطن خدمة كلها مجانية بداية من الإعلان عن القوافل الطبية بيقوم المركز الإعلامي الموجود في إدارة إفت بالإعلان على القفلة الطبية الموجودة النهاردة عندنا في كل المساجد وفي كل المناطق المحيطة بالقفلة مستهدف حوالي من 700 إلى 800 مواطن كلهم عملوا كشف بالمجان صرف الأدوية بالمجان فيه من الناس اللي استفاد من خدمات القفلة خدمات القفلة طبعا بالإضافة إلى 6 عيادات متوزعة على أساس البطنة للأطفال النسا الجراحة تنظيم الأسرة الرمض بالإضافة لكده عندنا الخدمات المجانية التي بتقدم للمواطن من غير ما يتكلف أي مليم من غير ما يدفع فلوس خالص عندنا خدمة التحليل بالمجان خدمة الأشعة موجودة برضو في القفلة بالمجان الندوات التسقفية توعية الناس النظافة العامة الصحة العامة طبعا فينا ندوات عن فيروس كورونا ندوات طبعا عن تنظيم الأسرة طبعا جيت هنا عشان أنا أكشف على البطنة كشف بطنة وخدت علاج بالمجان وعملوا لتحليل سكر وتحليل دم وكل حاجة والحمد لله نشكر القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي كشفت في الوحدة أعملت أشعة على الرجلي والإعلاج بالمجان والكشف بالمجان ونذكر ساعة الرئيس ونذكر ساعة المحافظ ونذكر ساعة وكل وزارة الصحة بارك الله فيكم